مساء الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بيات توقعات الفلكية والأبراج وفي أسئلة كثير عن متى رح نبدأ بدورة فلكية جديدة لشهر آذار مارج يعني ضايل عندي خمس أبراج إذا خلصوا اليوم بكرة بنبدأ إذا خلصوا بكرة يوم الخميس إن شاء الله رح أحاول جهدي مع أنه كنت المفروضة أبدأ فيهم يوم الأحد الجاي ولكن إن شاء الله ربنا راد بكرة بنبدأ فيهم اليوم رح نحكي عن الأسماء وطاقة الأسماء بما يخص الحروف والأرقام ونبدأ بسعاد سنة 73 السين هوائي العين والدال مائي الألف ناري السين والدال مؤنث والعين والألف مذكر ونشوف أنه صفات قوية مع صفات الأبراج المائية أو الصفات المائية موجودة أكثر عن سعاد هذه إنسانة قوية ولكن ببعض الأحيان عندها تردد عندها تسرع برفض أو قبول عندها بنفس الوقت هي متوازنة ما بين العقل والقلب ولكن أحيانا تصاب بمزاجية بالحياة لما تكون مضغوطة يعني بتتعرض لأكثر من شيء بنفس الوقت بنفس اليوم بنفس الأسبوع فهذا بيخليها تتحول ل مزاجية بتنغلق على حالها أحيانا ما بتعرف الياس ما بتسامح من القلب وإنما تنسى وترمي يعني تقلب صفحة وتنسى الموضوع هي كثيرة العلاقات والعلاقات الاجتماعية لكنها تختار أصدقائها بصعوبة في عندنا خيرية ألفين وواحد الخاء والراء مائي الياء متكرر مرتين هو ترابي الهاء ناري وعندنا الخاء وحرف الراء مؤنث أن الياء والياء والهاء هذول عندنا صاروا ثلاث حروف ناريات إنسانة قوية مكافحة متقيدة بالنظم وبقوانين الحياة وبتراثها وبعاداتها وتقاليدها بتحب تعيش رفاهية الحياة بتعرف كيف تختار الأمور الصاحب على كل المستويات سوى أن كان بالعمل باختيار الأصدقاء لكن هي أحيانا عاطفية وعاطفية العاطفة الموجودة جواتها بتخليها تاخذ قرارات مش صحيحة اتجاه العلاقات الاجتماعية أو أنه تكرم الشخص الغير مستحق وهذه المسألة بتتعلم من تجاربها فنشوفها كل ما كبرت بالعمر بتصير أكثر حكمة وبتستفيد من تجارب الماضي بتعترف بخطأها متوازنة بحياتها كمان هي بتحط دراسة كثير كبيرة قبل أن تبدأ بشيء جديد وهذه المسألة بتخليها ناجحة بحياتها في حدا طالب توافق أنثى العقرب ورجل الحمل تعتبر علاقة ناجحة ولكن بدنا نتخلص من الشكل اللي يبدأ صغير ولأنه ما حدا بيحاول أنه يحط له حدود أو يعطي الشرح الكامل للتصرفات الشخص المقابل كلام الشخص المقابل يعني فتح الحدود بشكل كثير كبير أمام خاصة بالنسبة للعقرب هو الحمل أيضا غير ولكن أنثى العقرب أكثر فيتضاعف الشك مع الأيام والشك بيعطي تراجع للعلاقة يخليها تكون هشة فعشان هاي العلاقة ما تفشل بدنا دائما نتناقش نشرح نحكي نسأل الشخص المقابل عن أسباب هاي الكلمة أسباب هذا التصرف عشان هاي المسألة تنتهي بين الطرفين في عنا أسعد ثمانية وثمانين ألف ناري السين هوائي العين والدال مائي وعنا الألف والعين مذكر السين والدال مؤنث إنسان ناجح ما بيمل أبدا من المحاولة كل ما يواجه مشاكل بيظلوا مصمم أكثر على خطواته أحيانا يكون عنده مزاجية أحيانا عصبية وهاي العصبية لما تكون بشكل كبير يصير صعب عليه أنه يسيطر عليها وممكن يكسر أو يصرخ بتظهر منه كلمات وأفعال هي غير موزونة فبدك تسيطر على عصبيتك لحتى ما تتفاقم حياتك الاجتماعية هو طيب القلب يحب يساعد الآخرين وأيضا جدير بالثقة صديق ممكن تعتمد عليه وقت الشدة في عنا فلاح خمسة وسبعين الفاء والألف ناري اللام والحاء مائي وفي عنا الفاء والحاء مؤنث اللام والألف مذكرة وفي توازن بهذا الاسم ما بين النار والماء وما بين الصفات المذكرة والمؤنثة طيب القلب عصبي ولكن يسيطر على عصبيته يعرف متى يحكي ومتى يسكت هو أيضا أحيانا عاطفي يتفاعل مع هموم الآخرين هاي بنعتبرها إيجابية ولكن أحيانا عاطفته بتخليه يخطئ يتخذ قرارات خطأ يساء فهمه أحيانا لأنه واقعي يتحدث بتلقائية ما بيحط حدود لنفسه أنا طبعا ضد هاي المسألة أنه هي أوكي إيجابية أنه الإنسان يكون تلقائي ولكن أحيانا بيجرح المقابل فبدك أيضا توازن بهاي الصيفة يتسرع باتخاذ القرار ما يقع بالخطأ مرتين يعني نفس الخطأ مستحيل أنه يمرق عليه مرتين يتعلم من أخطاء ويستفيد منها كل ما زاد بالعمر بيكون أكثر حكمة آخر اسم رح ناخذ أنه آمنة آمنة 1999 الألف والميم والهاء ناري والنون ترابي وهي الإنسانة قوية جدا تحمل صفات القوة وعدم اليأس وما بتتأثر بكلام الآخرين خاصة السلبيين منهم ما بيهمها الانتقاد ولا بيهمها الشيء إذا كانت هي مقتنعة بالشيء رح تمشي فيه وإذا شافت خطأ مستعدة ترجع من نقطة الصفر وأيضا تعدل على خطواتها تغلبها العاطفة أحيانا لتخطئ أيضا ببعض القرارات لكن تصحح الخطأ بسرعة ولكن هي ما بتعترف بخطأها أمام الجميع هي بتعترف قدام نفسها وتصحح مستمعة جيدة وتحب مساعدة الآخرين شرط أنه ما يمس مصالحها يعني متوازنة بهذا الموضوع لسه عندنا أسماء كثير ولكن زي ما وعدتكم بكرة إن شاء الله نبدأ بدورة فلكية جديدة شكرا لمتابعتكم يسأل صباحكم صح الصح صح 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 سيح ماروتنا شكرا